السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم في درس جديد من دروس التربية البدنية والدفاع عن نفس درسنا اليوم هو الركلة الأمامية أبتشوكي تمام؟ معكم أستاذ بدر ناصر الفهيد قبل ما ندخل فيه أي شيء درسنا لازم نعرف من الطلبات وموارثة النشاط البدني بشكل فحيح الراحة الكافية التغذية السليمة اللبس الرياضي المناسب بعد ذلك المكان المناسب والآمن الإحماء المناسب قبل النشاط شرب الماء قبل واثناء وبعد النشاط طيب أنه عند النشاط بدأني بنسويه لأنه أكيد في درسنا فلازم نسوي لازم نبدأ في الإحماء جاهزين ندخل في الإحماء التمرين الأول اللي هو إيش؟ المشي في المكان تمرين لو أستعد ابتدي واحد واحد وحد احسن ممتاز اخر مرة جمعة قف مع بعض ناخد نفس وامتازين مرة ثانية احسنت مرة ثالثة طيب التمرين اللي بعده التمرين الثاني اللي هو ذراين في الوسط طاع مع بعض التمرين استهد ابتدي واحد اثنين ثلاث اربعة اضغط اثنين ثلاث اربعة احسنت اثنين ثلاث اربعة اضغط اثنين ثلاث اربعة ممتاز اثنين ثلاث اربعة احسنت اثنين ثلاث اربعة اضغط اثنين ثلاث اربعة ممتاز اثنين ثلاث اربعة ممتاز اثنين ثلاث اربعة احسنت اثنين ثلاث اربعة احسن اثنين ثلاث أربعة آخر مرة جمعة قف جاهزين ناخد نفس ممتازين يا أبطال مرة ثانية ومرة ثالثة التمرين الثالث ضرعين عاليا جاينما ممتاز جاينما رافع تمرين من الخلف إلى الأمام حركة من الخلف إلى الأمام تمرين ستايد ابتدي واحد اثنين ثلاث أربعة أحسن اثنين ثلاث أربعة ممتاز اثنين ثلاث أربعة ممتاز اثنين ثلاث أربعة أحسنت اثنين ثلاث أربعة ممتاز اثنين ثلاث أربعة أحسنت ممتاز اثنين ثلاث أربعة ممتاز أحسنت اثنين ثلاثة أربعة آخر مرة جمع قف نأخذ نفس التمريل اللي بعد نفسه ضرع انجال من رافع حركة العكس من الأمام إلى الخلف التمريل يستعد ابتدي واحد اثنين ثلاث أربعة أحسنت اثنين ثلاث أربعة أحسنت اثنين ثلاثة أربعة ممتاز اثنين ثلاثة أربعة ممتاز اثنين ثلاثة أربعة أحسنت اثنين ثلاثة أربعة ممتاز اثنين ثلاثة أربعة آخر مرة جمع قف نأخذ نفس مرة ثانية مرة ثالثة ممتاز التمرين اللي بعدها اللي هو اليد اليمين تلمس ملامسة الرقبة ويمرتفع على الإسار مع بعض تمرين استعد ابتدي 1 2 1 2 ممتاز 2 أحسن 2 3 4 ممتاز 2 3 4 ممتاز 2 3 4 أحسنت 2 3 4 أحسنت 2 3 4 ممتاز 2 3 4 أحسنت 2 3 4 آخر مرة جماعة قف ناخد نفس مع بعض التمرين السادس ثانية ضمر الرجلين مع ثاني الجدل أمام أسفل ملامسة ليدين إلى المشاط التمرين ستعد ابتدي 1 2 أحسنت انزل 3 4 5 6 7 8 ممتاز مرة ثانية انزل 1 2 3 4 5 6 7 8 ممتاز تمرين لبعده افتح رجولك شوي ممتاز تمام 1 2 3 4 5 6 7 8 ممتاز انزل انزل احسنت انزل 1 2 3 4 5 6 7 8 ممتاز مرة ثالثة 1 2 3 4 5 6 7 8 ممتاز اقف اخر مرة جماعة اقف ممتازين كده نكون قد وصلنا نهاية الاحماع الان نبدأ مع بعض نستعرض مهارتنا الاساسية اللي احنا اليوم ناخذها تمام اللي هي الركلة الامامية ابتجي ايش هي الركلة الامامية ابتجي واش مطلوب مننا نسويه عشان نتعلمها هي اداء الراكل الامامية ابتجي بالرجل اليمنى واليسرى اديها بالرجل اليمنى واليسرى من التحرك الامام باستخدام وقفة المشي ابتشوبي أداء الركل الأمامية أبتشوشي بالرجل اليمنى والأسرة بتحرك الأمام باستخدام وقفة الطعن أبكوبي بسببيها مرة بأبتشوبيجي الأبتشوبيجي بيسوي بالأبتشوبي والأبكوبي تمام؟ طيب يتم اتباع نفس الخطوات الفنية في تعليم كل من مهارة الركل الأمامية أبتشوشي من الثبات ووقفة المشي أبتشوبي بالرجل اليسرى واليمنى التي سبق أن تعلمناها أو سبق تعليمها حيث يقوم الطالب من وقفة السعداد جونبسوبي بأداء وقفة المشي أبسوبي من التحرك للخلف برجل اليمنى ووضع ذراعي المفردين بجانب الجسم بجانب جسم القبضتان متجهتان الأمام ثم يقوم بما يلي رافع ركبة الرجل اليمنى الخلفية عاليا لمستوى الخصر مع سدارة قدم الالتكاز اليسرى الخارج بزاوية 30 درجة بسط ركبة الرجل اليمنى للأمام تمام؟ بشكل مستقيم في مستوى البطن حتى تمتد بالكامل مع توجيه الركلة بكلوة القدم قبض ركبة الرجل اليمنى إلى الخلف حقب الانتهاء من الركل وهبوطها على الأرض لوضع المشي الانتهاء رفع ركبة الرجل اليسرى الخلفية لوضع الطعن أبكوبي بالجانب الأيسر ممتاز؟ طيب طيب ممتاز؟ نشوف مع بعض في الصورة واضحة الآن الخطوات اللي بنسويها أبسقي رفع الرجل اليمنى تمام؟ مد لاحظ الآن الصورة الثالثة لمد الركبة ثاني الرقبة نفسها ونزولها للرجوع لوضع أبسقي مرة ثانية الركب اليسرى مد الرجل اليسرى عمدودة هبوطها مرة ثانية والعودة لوضع أبسقي تلاحظ الآن في الصورة القبل الأخيرة واللي قبلها تمام؟ كيف حركة الرجل حيث أنا أنت أبدا من أبسقي وأنتهي بأبسقي أبدا باليسار وأنتهي باليسار تمام؟ ممتاز؟ أو أبدا باليسار وأنتهي باليمين ما تفرق أهم شيء أن الرجل الراكلة تنزل أمام أبسقي طيب شوفوا مع بعض ركزوا معي الآن أنا بسويها لكم الآن ركزوا مع بعض الآن أنا أنا واقف تمام؟ جنبسقي أحين أبدا بروح لوقفة المشي اللي هي أبسقي تمام؟ الآن أنا وأبسقي لاحظ أذي وقفة أبسقي صح؟ طيب شوفوا معي من هنا أوضح مع بعض أبسقي تمام؟ لاحظ شوفوا كيف نزلت؟ الراكلة تنزل قدام تنزل قدام ممتاز؟ واضح؟ أبطال طيب الآن نقوم بوقفة المشي أبسقي من تحرك لما برج الإسرائيليمنا اللي سوناها تو بس نبغى نقراها ونشأ عشان تكون أوضح لنا يتم اتباعنا بس الخطوات الفنية في عداء وقفة المشي أبسقي من التحرك الأمام برجل الإسراء ومن التحرك الأمام برجل الإسراء التي سبق تعليمها على أن يقوم الطالب بتحريك الرجل الإسراء للأمام يليها مباشرة تحريك الرجل اليمناء مع بعض شفتونا كيف سيبه ويتها قبل شوي طيب الآن نبغى نتنخذ الركل الأمامية أبسقي باليمناء واليسراء بس باستخدام وقفة الطعن أبكوبي يتم اتباعنا في الخطوات الفنية في تعليم كل من المهارة الركل الأمامية أبسقي من الثبات وقفة الطعن الأمامية أبكوبي بالرجل اليسراء واليمناء اللي سبق تليمها حيث يقوم الطالب اللي هو أنت يا بطل من وقفة السعداد نبدأها من وين من جومبي شوقي الأمامية أبكوبي من التحرك للخلف بالرجل اليمناء تمام مع وضع الذراعين مفرودين بجانب الجسم القبضتين المتجتين للأمام ثم يقوم بما يلي اللي هو رفع الركبة ركبة الرجل اليمناء الخلفية عالية لمستوى القصر مع استدارة قدم ارتكاز اليسرى للخارج بزاوية ثلاثين درجة بسط ركبة الرجل اليمناء الأمام بشكل مستقيم في مستوى البطن حتى تمتت بالكامل مع توجيه الركل بكل وقت القدم قبضت قبض ركبة الرجل اليمناء إلى الخلف عقب الانتهاء من الركل وهبوطها على الأرض لوضع الطعن الأمامي أبكوبي بالجانب اليمناء رفع ركبة الرجل اليسرى الخلفية عالية لمستوى الخصر مع استدارة قدم الاتكاز اليمناء الخارج بزاوية ثلاثين درجة بص ركبة الرجل اليسرى للأمام بشكل مستقيم في مستوى البطن حتى تمتد بالكامل مع توجيه الركلة بكلوة القدم قبض ركبة الرجل اليسرى إلى الخلف عقب الانتهاء من الركل وهبوطها على الأرض لوضع الطعن الأمامي أبكوبي بالجانب الأسر نارجع مع بعض الصور نشوف كيف الآن هنا أبكوبي هشوف هذا الرجل الخلفية طلعت ثاني امتداد ثاني أبكوبي ثاني امتداد ثاني أبكوبي واضحة طيب نسويها مع بعض شوفوني كيف نسويها مع بعض جاهزين يا بطال طيب الآن شو قلنا وقفة الاسترداد إيش ممتاز ها تنبسقي أبدأ أبسقي الآن أنا بابدأ بالرجل الخلفية ممتاز رحطوا كيف نزلت صح ممتاز ممتاز تسوي مرة ثانية آه أوقف أبسقي ممتاز ممتاز ممتازين الآن وقفة الطعلم أبكوبي متحرك أمام برجل اللي يصروا اليمنى سويناها الآن ونا نمشي شوفت كيف أنا الرجل اللي تركل تنزل أبكوبي ما تكون هي المثنية بس نقراها مع بعض عشان نترسخ في مخنا يتم اتباع لأفس الخطوات الفنية في أداء وقفة الطعن الأمامية من التحرك الأمام بالرجل اليسرى ومن التحرك الأمام بالرجل اليمنى التي سبق التعليمه على أن يقوم الطالب تحريك الرجل اليسرى للأمام إليها ممتازين طيب الآن نشوف أهم النقاط اللي نازم تتعلمها عشان ترتفع مخنا بعد استدارة قدم الارتكاس للخارج بزاوية ثمانين درجة عدم هبوط ركبة الرجل الضاربة أثناء الأداء مد ركبة الرجل الضاربة كاملا على استقامتها مع توجيه الركلة بكلوة القدم هذه لازم قبض ركبة الرجل الضاربة نحو الجسم عقب انتهاء من الركل المحافظة على الاتزان أداء وقفة الطعن الأمامية أبقى بقبل وبعد انتهاء الركلة استقامة الظهر والنظر للأمام طيب انه في خطاء أكيد إذا سويناها تصير ضربتنا خطأ نبقى نشوف واشي الأقطاء اللي ممكن كلنا نسويها أو أغلبنا نسويها وصحيها عشان ما عد نقطع فيها شوف المبالغة في استدارة قدم الاتكاز الخارج بزاوية أكبر من 30 درجة يعني انه أنا الرجل الخلفية ما تكون ميلانها أكثر من 30 درجة ولا أقل من 30 درجة عدم توجيه الركلة بكلوة القدم كلوة القدم اللي هي تكون المنطقة اللي أسفل أصابع القدم تمام الآن تشوف كلوة القدم معي هذا القدم هذا القدمي الآن تركز معي هذا القدمي الآن على أصابع تكون على وراء هنا تكون كلوة القدم تسمى هذه كلوة القدم الآن هذا أصابع هذا كلوة القدم وامتزين رفع عقب قدم الاتكاز أثناء الركل ميل الجده لمام الضرب بأطراف الأصابع لازم أصابع تكون وراء أرجعها خلف كذا وأضرب بهذه المنطقة عشان لو ضررت بصابعي ستضربتي خطأ وبتألم أنا بتألم ممتاز طيب الآن عند مراجعة عامة للدرس المهارات الهجومية من ركلة الأمامية أبتشكي رجعها مع بعض طيب أداء الركلة الأمامية أبتشكيب الرجل اليمنى والإسراء من تحرك الأمام باستخدام وقفة المشي أبتشكيب شوفوا كيف الصورة تدرجها مع بعض ممتاز الآن مع بعض نشوفوا الركلة الأمامية أبتشكيب الرجل اليمنى والإسراء من تحرك الأمام باستخدام وقفة المشي أبتشكيب اثنين أداء الركلة الأمامية أداء الركلة الأمامية أبتشكيب أدارك أمامي أبسوكي برجل اليمنى واليسرى من التحرك للأمام باستخدام وقفة الطعن أمامي أبكوبي شوف بعدي بأبكوبي ثاني ركبة فرت ثاني بعد ما أضرب أثني ما أنسي هذه مهمة جدا في الأبسوكي إذا سويتها بالأبسوكي بوضع وقفة الأبسوكي أو في الأبكوبي ثاني نزول أبكوبي في الأبسوكي أثني بعد الضربة أنزل إيش أبسوكي ثاني شوف تلاحظوا وتلاحظوا في الصورة الآن الآن كيف القدم فيها لصابع لو دققت شوي لصابع فيها انثناء بسيط معاي طيب أنا الآن بحاول أشرح لكم نظري تشوفوني كيف أنا بسويها عشان ترتق في مخنا مع بعض نشوف مع بعض الآن سرعة شوف الآن أنا حين بسوي من الأبسوكي مع بعض من الأبسوكي شوف برجع وراء تمام أنا ضربت شوف ثانيت نزلت هذا من وين من الأبسوكي مع بعض ضربت ثانيت نزلت ممتاز ممتاز اللي بنسوي من أبكوبي تمام تمام وراء ضربت بس نفس نزلت لابسوكي بس تكون قدام شوف أنا كيف جسمي مشدود ممتاز ديني جنب ضربت ثانيت نزلت ممتازين ما ننساها ممتاز أبطال طيب الآن هذه خطواتنا اللي احنا تعلمناها في ركلة أمامية أبتو جي ويتعد من أهم 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 الركلات الهجومية أشكركم حسست معكم وأراكم دروس لاحقة بإذن الله